ازايكوا جماعة عاملين ايه؟ موضوعنا النهاردة عن ارباع الجزء التاني من القرآن الكريم طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية من حلقات الارباع عن ارباع الجزء الاول وعرفنا فيه تأسيمات المصحف والسبب اللي بيخلينا نعرض فيه بدايات الارباع فحلقتنا النهاردة ان شاء الله هنقسم الجزء التاني برضو لحزبين كما هو وارد في المصحف وكل حزب الارباع ارباع يعني هنتكلم عن سمانية ارباع في الجزء التاني وقبل ما نبدأ في سرد بدايات القرآن او بدايات الارباع عايزين نوضح نقطة مهمة ان الجزء التاني من القرآن الكريم بيقع فيه صورة البقرة في حين ان الجزء الاول كان بيقع فيه صورة الفاتحة في بداية الجزء ومن بعدها صورة البقرة هنجي هنا في الجزء التاني نقول عندنا هنا الجزء التاني بينقسم لحزبين اللي هو الحزب التالت والحزب الرابع الحزب التالت بينقسم لايه؟ بينقسم لاربع اربع الربع الاول وهو بدايته سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى اخر الاية دي الاية رقم كام؟ الاية رقم 142 صفحة رقم 22 عندنا هنا الربع التاني بيبتدي من اول الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخر الاية الاية دي رقمها 158 صفحة رقم 24 عندنا الربع التالت بيبتدي من اول الاية ليس البر ان تولوا وجوها قم قبل المشرك والمغرب الى اخر الاية الاية دي رقمها 177 صفحة رقم 27 عندنا بقى الربع الرابع الربع الرابع ده طبعا اخر ربع في الحزب التالت بيقول فيه اللي هو بدايته يسألونك عن الاهلة كل هي مواقيت للناس والحج دي الاية رقم 189 صفحة رقم 29 هنجي بقى للحزب التاني او الحزب الرابع طبعا الحزب التاني في الجزء التاني والحزب الرابع ده ترتيبه في المصحف عندنا الربع الخامس ده اول ربع في الحزب الرابع بيبتدي من اول اية واسكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليه الى اخر الاية الاية دي رقمها 203 صفحة رقم 32 عندنا برضو الربع السادس بيبتدي من اول الاية يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس الى اخر الاية الاية دي رقمها 219 صفحة رقم 34 هنجي بقى للربع السابع من اول الاية بدايتها والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى اخر الاية الاية دي رقمها 233 صفحة رقم 37 الربع السامن بقى اللي هو اخر ربع في الحزب في الحزب الرابع واخر ربع في الجزء التاني بيبتدي من اول اية الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت الى اخر الاية الاية دي رقمها 243 صفحة رقم 39 وبكده خلصنا اربع الجزء التاني وعرفنا ان الجزء التاني بينقسم الحزبين اللي هما الحزب التالت والحزب الرابع طبعا لما نحفظ الاربع ونحب نقولها بسرعة بنقولها ازاي بنقول الربع الاول بيبتدي سيقول السفهاء الربع الثاني ان الصفة والمروة الربع الثالث ليس البر الربع الرابع يسألونك عن الاهلة الربع الخامس واسكروا الله في ايام معدودات الربع السادس يسألونك عن الخمر والميسر الربع السابع والوالدات ويرضعن اولادهن الربع الثامن اهلا ام ترى الى الذين خرجوا الى اخر الاية دي اربع الجزء الثاني وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة دية وانتظرونا في حلقة جديدة من جزء جديد من أجزاء القرآن الكريم ولا تنسونا من خالص دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته